اشتركوا في القناة لا الله من ساعتها مريح من ساعة الثورة والمظاهرات والشيء ساعة أيام العيد كانت الدنيا شغالة كويس بس بعدها بدأت رايح فالساعة حتى نفتح ساعة عشرين في الساعة خمسة وفيش إزا ما أنتش يفكر الدنيا فاضية فس فربنا يسطر يعني الدنيا خربانا مع الحظر أو لا؟ لا أنا معي بصراحة يعني بيلموا ناس كتير في موعد الحظر دي فإنبدا حتى أنا بياشي الدنيا مقفولة عمليين مليه لموا في الدنيا كلها بصراحة في ناس كتير قوي زا ما أنت شايف تساكن فين؟ حدالوب المنطقة بتبقى عاملة ازاي بعض الحظر بتبقى شغالة ولا الحركة؟ هو ممكن فيه محلات كتير فتحة بس لا فيش حد مش في الشارع يعني هو متأكد الحظر ده جامد غير المرة الفاتفت لا 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 هو محلات يعني شرعة اسم شرعة عشر الدنيا كلها فتحة بس ما فيتلاقيش حد في المشارع عن خالس الناس خايفة تنزل أساساً موسيقى من ناحية عطلته هو بلزمنا نحن ننزل بالنهار بس يعني كعاداتاً مثلاً كحنا مستن ننزل أخر النهار مش عارف هيك كده ما ننفعش ننزل بعد الساعة خلصاً كبيرنا الساعة سمع لازم نكون في البيت هي دي مشكلته بس في العظم لكن كم أثر على بلد أو قنظام هو طبعاً عايفي ناس كتير من مشاكل ومن قتل ومن دم كتير يعني على الأقل بنتدبح 12 ساعة والناس ما بتدبحش 12 ساعة بس في المتوسط العادي احنا كنا بالنهار اصلاً السوبي بقى نوعاً مضعيف جداً كان دائماً حركة تبقى آخر النهار بذلك طبعاً إن الجو صيف والكلام ده كله الملاحظة أن الحركة تبقى هي جداً جداً على فكهة فيش أي فارق بالنسبة لنفس المعدلات اللي كانت موجودة في حركة نهار بالنهار قبل الحظر اليوم عادي خاليس ما بيش أي أذى العادي خالص السوق نفس العادي بتاع السوق ما بيش أي اختلاف لا طبعاً طبعاً لا طبعاً كله بيقفل كله ماكس فمن آخر الساعة ساعة ساعة بيقفل يعني المصانع أساساً تبقى كونجية أكتر بعد رمضان فدلوقتي بالنسبة طبعاً لو مضوع الركوب برده فبقى معظم المصانع يبقى مششغل يعني ملاحظ بيني وبينك برده أن معظم السيدات الأول كمازل ممكن تنزل مثلاً معامه رافق بموضوع الزحمة يبقى خايف عليها وكلام ده كله لكن بجد فعلاً من ساعة الحزر المفرودة ببقى خوف يزيد لا بالعكس الموضوع زي ما انت شايفة والناس ماشى في الشارع عادي جداً خوالص وهافيش أي ولا أكن يعني الناس عايشة في فلد والضربة في فلد تانية منتهى الجواروب بلا الشعب يعني سعايز أقول لكم من يميت يومين ساعة موضوع مسجد الفتح هو معتمر رائب مننا جداً وكانت الحركة في الشارع عادي جداً 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 وبعدين بنيجي من الأرياف وكده لا والله هو بالنسبة للشغل أيوة نعم إحنا كنا نسهل الساعة 10 بالليل و11 و12 يعني عشان نبيع زرع الناس ونعرف اللي من زرع الناس دلوقت أنا مثلاً الأول كنت على نزلي مثلاً سبع تامن كفاص عشر كفاص يعني عمل لي مثلاً فيهم مت جنيه دلوقت يجاب للساعة السابعة عامشة يعني دلوقت بدل مع نزل عشرة عن نزل ثلاثة دازم عشان نتعاني الحظر لتقوم من الساعة 3 ليش من الساعة 7 عشان نتعاني أكثر ناس من المية بطلع مظاهرات اللي هي السلمية قوي يعني هو في الفترة دي أنا أعيد الحظر بس ما يبقاش يعني للساعة 7 يعني لو نزل بيه مثلاً ساعة ولا ساعتين تاني هيبقى أفضل يعني خلي ناس تتطمن أكتر تنزل أكتر نخلي حتى الناس تاخد على إن فيه بيع وفيه شراء وفيه عادي الشوارع بتمشي يعني لو نزلنا ساعتين هو بقى أفضل الساعة 9 كويس أول غاية دلوقتي اللي نحن نسا خارجين من فترة العيد فلسا المصنعين ماشتغلتش بكامل طاقتها يعني بس حالياً لأ الجو ما اسمحش الجو ما اسمحش لا خلي على الله بس أهم حاجة واضع الاباد هو ليتظبط والله مش مش فرقة يعني هو ربنا طبعاً هينتين من الناس اللي بتلعب في الخبايا لكن احنا أهم حاجة ان احنا بصور لاباداتنا يوقف على الحرب ده أهم حاجة عندنا هنا توقف 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 اشتركوا في القناة